وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأل قوم نوح وعادم وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضرر الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبهينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هرق قلت لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يضل الله كذلك يقبع الله على كل قلب وتكبر الجبار وقال فرعون يا هامان للي صوحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطرع إلى إله نوسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد الكافرين وما كيد فرعون إلا فيه تمام الله ترجمة نانسي قنقر